نروح كده لشوية معلومات عن العقيد احمد شعبان اللي احنا الحقيقة النهاردة يعني مش هقول ان انا سعيد انه يعني طار لكن انا الخبر لسه متأكدش يا جماعة انا كل ده بقول له ويعني صحة الاخبار لكن برضو وجود احمد شعبان كان عامل ضابط وحاكم لحظيرة الخنزير فغياب احمد شعبان بيستوجب وجود حد زيه فاحمد شعبان كان يجمع وفقا لتعليقات الناس اللي بتقوله يا قائد كان يجمع ما بين الاعلام الراجل واضح ان هم كانوا بيقولوا علي انه بيفهم في الاعلام كويس جدا العينة يعني كانت بيينة بصراحة كان اداء المدينة الانتاج كان على اعلى مستوى فده يقولك قد ايه الراجل بيفهم في الاعلام فعلا والنقطة التانية انه راجل جاي في المخابرات راجل عقيد في المخابرات العامة المصرية وكان قبلها في الحربية فمين اللي هاشغل مكان احمد شعبان لو الاستاذ احمر الطهري فهو الراجل رئيس تحريروزان يوسف وعنده خبرة اعلامية وعنده خبرة صحفية تمام اختلف مع الاداء السياسي والكلام دي لكن الراجل شغال في الصحافة بتقدر تقول انه صحفي تمام لكن هل لي علاقة بالمخابرات؟ هل هو ظابط مخابرات؟ لا يعني لا اعلم ان احمر الطهري ظابط في المخابرات العامة لكن احمد شعبان كان لاتنين احمد شعبان كان عنده صلاحية انه يؤمر ويبعت رسالة السامسونج فتتنفذ ومن كتر خوف المزيعة تترعش على الهوى وتقول تم الارسال من جهاز سامسونج المزيعة اللي غلطت في الرسالة دي هي من خوفها الرسالة جاية لها من السياسي العقيد ظابط المخابرات فهي مرعوبة لدرجة انها قرأت التعليمات اللي في اخر الرسالة تم الارسال من جهاز سامسونج فكانت فضيحة فهنا السؤال لو احمد شعبان فعلا طيروه مين اللي جاي مكانه ده معضلة كبيرة جدا وبالمناسبة ده هيقول لحضرتك ان في ارتباك هيبقى في المشهد الاعلامي عندهم الفترة الجاي الحضيرة هتبقى مثل اخبطة لان رسالة السامسونج يمكن تتأخر لو الخبر طلقه صحه احمد شعبان فعلا مش موجود في الملفنا يمكن يطلع منصق الاجهزة الاعلامية مع منصق الاجهزة الامنية يبقى مع عباس كامل بيشرف على كل حاجة ده امر وارد جدا لكن تعالوا نستعرض السيرة الذاتية للعقيد احمد شعبان احمد شعبان ضابط جيش بردبة عقيد خدم في المخابرات الحربية انتقل الرئاسة مع وصول السيسي للحكم شغل منصب مدير مكتب اللوة عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة السابق كان مصاحب للوة عباس من ايام الحربية انتقل معه الى ضابط الاعلام في مصر او رئيس تحرير مصر زي ما بيحبه يطلقه عليه الدكتور ايمان منصور نادا رئيس قسم الاداعة بجامعة القاهرة قال عنه ذات مرة احمد شعبان هو اقوى رجل في المنظومة الاعلامية والسياسية في مصر صلاحياته لا حدود لها قراراته لا معقب عليها بيطلق عليه في الاوساط السياسية في مصر لقب الرئيس التنفيذي للبلاد في اشارة الى نفوذه الواسع على الاعلام في مشكلة خليني اولا لحضراتكم بمناسبة تنسيقية شباب الاحزاب ومؤتمرات الشباب احمد شعبان كان عنده مهمتين رئيسيتين في حياته المهمة الاولى كانت السيطرة على بقايا اعلامي مبارك انه ما يبقاش فيه مساحة للتجويد في حقبة السيسي كان عنده اوامر واضحة جدا من عباس كامل واستعرضناه في التسريب اللي قلت لحضراتكم عليه في 2015 انه بيتعامل مع البيت عزة والواد يوسف انه ما فيش اصلا مساحة ان ده اعلامي ما فيش الكلام ده الوحيد اللي ذكر في التسريب ده انه هو عايز يتكلم مع عباس كامل وينقشه في حاجة كان محمود سعد انما الباقي كله كانوا عبارة عن احذية في قدم احمد شعبان وبالتالي كانت المهمة الاولى انه ازاي يضبط اقاع لميس الحديدي وابراهيم عيسى والباقي اللي كان موجود عزة مصطفى ويوسف الحسيني والناس دي واحمد موسى وكده لكن المهمة التانية واللي احمد شعبان الجماع اللي بيقولوله يا قائد واضح انه دي كان الدين مهمة التانية انه يصنع جيل اخر الجيل الجديد ده هو يدين بالولاء والانتماء والشغف والحب والتعريض والتطبيل والمولاة وكل حاجة لشخص واحد اسمه عبد فتاح سعيد خليل السيسي متمثلا في شخص العقيد احمد شعبان طيب ده معنى ايه معنى ان كل الشرذمة العيال الصغيرة اللي هي ميني حظيرة الخنزير اللي موجودين على السوشيال ميديا من غير ما اقول اسماء عشان ما رأيهمش يعني ولوس البرنامج هنا لكن العيال المنتشرة دي كلها اللي هما بيحاولوا كل شوية يورنيشوهم ويلمعوهم ويطلعوهم لفوق واللوم ما طول الوقت يتلعون بيشتموني ولا قوي منشن ويعمل وانا ما بردش ولا بتعامل لان قلتونهم قبل كده بتعامل مع الكبير بتاعكم هو طلع الجيل ده وعمل حاجة اسمها تنسقية شباب الاحزاب عشان يطلع جيل سياسيين وعمل كمان مؤتمرات شباب السيسي وبرنامج الشباب الرئاسي عشان يطلع جيل ثالث فتخيل حضرتك هذا الشخص العقيد احمد شعبان زرع بزور فسدة قد ايه وعلى اي مستوى الناس دي كانت شايفة ان الراجل ده هو اله الاعلام في مصر هو الرئيس التنفيذي للاعلام في مصر فهو القائد يعني عارف انا بحاول اقولها كده بالطريقة اللي بقرأها في التعليقات عندهم يعني ما بتتقلش الا بالطريقة دي فالجدع ده كان دي الوظفتين او المهمتين بتوقع طلع الجيل الفاسد ده اللي هو يستكمل مسيرة احمد موسى ومصطفى بكري وهذه الشردمة القليل اللي على اي جنب تنور وسيطر على الجيل القديم اللي هو حولهم لمجموعة من سكان حضيرة الخنازير فده كان دور احمد شعبان بشكل او باخر لكن مهم برضو ان احنا نفتكر على رئيس المارونيت اللي هي كانت بتدور المشهد ده لانه ما كانش احمد شعبان بس نشوف مع بعض ونفتكر ثلاثي التحكم الاعلامي في مصر العميد محمد سمير العقيدة احمد شعبان والنقيب اشرف الخولي نيويورك تايمز اتكلمت عن دور النقيب اشرف في تسريبات كان بيوجه فيها الفنانين انهم يقبلوا قرار ترامب بشأن اعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال على ما اتذكر ان التسريبات دي ايضا اضعتها قناة مكملي كان مجموعة من الاعلاميين بيتوجهوا من خلال النقيب ده انهم يشتموا قطر ويشتموا بعض الشخصيات الاخرى زي الشيخ يوسف القرضاوي الله يرحمه وبعض الدول زي الكويت والكلام ده كله الشعبان وسامير والخولي كانوا بيحاولوا انهم يمنعوا اي صحفي معارض او اي صوت ما يمشيش في المنظومة بتاعتهم انهم يعني يختفوا من المشهد تماما انا ليه بدأت الحلقة بالقصة دي النهاردة عشان حضراتكم تتخيلوا معايا انه في حاجة بتحصل عباس كامل اختفى بعد احمد شعبان بيقال انه هو اختفى حتى الان الخبر مش اكيد ولم يعلن لكن بعد الحلقة دي انا مش عارف الحقيقة لو هم اقلوا وكانوا مكتمين هيرجعوا في الاستقالة فاحمد شعبان ابقى انا كده يعني ليه يفضل عليه فيشكرني او انه هم كانوا مكتمين على الخبر بشكل او باخر فبعد الحلقة دي خلاص مصر كلها عرفت فهيعلنوا الخبر بشكل او باخر او انه هم يشوفولوا تخريجة حلوة شيك يعني تبين قدي الرجل ده كان رجل وطني فانا جماعة الله يقاسف لو كنا بوزنالكو طبخة او عكنن عليكو او لخبطنالكو حاجة انتو بتعملوها بس السيادة العقيد احمد شعبان بصراحة يعني يستحق مننا الكثير يستحق مننا احنا نتكلم عنه ونفرد له تقريبا نص ساعة في بداية الحلقة عشان نتكلم عنه عن تاريخه العظيم لان الشعب المصري الحقيقة محتاج يعرف ابطاله يا جماعة الشعب المصري محتاج يعرف رموزه كفاية بقى كفاية بقى العملة والخونة بيحاولوا يهدوا الرموز الوطنية اللي زال عقيد احمد شعبان فده كان دورنا الحقيقة دي فقرة لترميز الرموز الوطنية على شكلة احمد شعبان رئيس جمهورية الاعلام في مصر ورئيس تحرير مصر وابن الدولة وظل اللواء عباس كامل